الكبائن السحلية العشوائية في محافظة المحرق ظاهرة أشغلت الرأي العام خصوصا بعد أن بيّنت الجهات الرسمية المعنية مدى خطورتها ومخالفتها للأنظمة والقوانين كاميرا مركز الأخبار توجهت إلى ساحة القلالي الذي يعاني من نفس المشكلة وعد زميل بسام لبدوي التقرير التالي ظاهرة الكبائن العشوائية السحلية غير الحضارية ظاهرة أشغلت الناس وأرقت أصحابها الذين تبوأوا السواحل بكبائنهم ليست واحدة أو اثنتين بل قولوا بالمئات ولا تخافوا وفي هذه المرة نزلنا ساحل قلالي لننعم النظر أكثر في منظر الكبائن القابعة فيه بعضها حديث النشأة وبعضها أخرج من داخل مرفأ قلالي للصيادين الذي هو يعاني من مشكلات أيضا نقول أجماعي حافظوا على سواحلكم اللي قاعد يصير اللي أنا أشوفه في قلالي وخاصة في فرضة قلالي لابد أن يوقف ولابد المسؤولين لابد نقول المسؤولين الله يحفظهم ويخليهم حق هذه الديرة هذه المبروكة أنه يلتفتون لنا في قلالي ساحل قلالي كان قد شهد تحركات بالإزالة عندما قامت شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال بنقل مجموعة من الكبائن من داخل المرفأ الرسمي إلى خارج أسواره ليتسنى لأصحابها بإزالتها بعد أن لصقت عليها من البلدية مخالفة أشغال للطرق ولكن لا حياة لمن تنادي أعتقد أن وكيل الزراعة والثروة البحرية أعتقد أن الشيخ خليفة ما هو بمقاصر مع الفراض كلها وأي واحد يبي شيء موجودين المسؤولين موجودين مفتوحين أبواهم بتقدر تدشلهم حق أي وقت نظفوا السواحل وأهل والصيادين يروحون المرافق ويحصلون لهم كل اللي يبونه والمخازن إن شاء الله بتستوي وإذا فيه مخازن قاسرة ما راح المسؤولين قاسرة راح يضيفون المخازن سحل قلالي القريب من مطار البحرين الدولي يمكن اعتباره واجهة للبلاد كونه يطل على وجهة قدوم الطائرات وبمنظر غير مرضي كهذا لا يمكن أن يعكس أي صورة حضارية قرار إزالة الكبائن مسألة وقت لا أكثر فقد كثرت وكثرت معها مخالفاتها كبائن يرى أصحابها بأنها مسموحة ومرخصة ولكن الحقائق تشير إلى عكس ذلك بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين